بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيبات السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية قناة تنظيم البيت تدبير المصروف مع قديجة الصحراوية تتمنى لكم فرجة ممتعة مع هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيبات السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب الله يدوم علينا وعليكم نعمة الصحة والبصر يا رب العالمين يفتح علينا وعليكم أبوابي الرزقي من أوسعة يا رب والله يجعلنا إن شاء الله من اللي راضي عليهم الله سبحانه وتعالى يا رب حبيبتي الغاليات بما أنه هذا السؤال كيتكرر بزاف بزاف في الصفحة ديال فيسبوك وفي القناة غادي نعود نحط هذا الموضوع ولكن غادي نحطه بالتفصيل كل وغادي نديره غير أوديوهات ماشي يعني أوديوه على صورة باش لبنات يقدرو يسمعوه وهمتي كيدرو الشغل ديالهم غادي للخدمة يعني تسمعيه وصافي باش تستافدي منه وتسمعيه مرة جوج 3 البنات اللي بغوا يستافدوا من هاد دروس خاسكم تسمعوه مرة جوج 3 حتى باش تفهموه مرة هالمرة اللولاي ممكن ما تفهمي الدرس بحل الكتاب فاش كتقرأي تبغي تدري شي مراجعة خاسك مرة جوج 3 لهذا الدروس كاملافين ما كانت الدروس سواء عندي أو عند غيري خاسكم تسمعوه مرة جوج 3 حبيباتي هاد الدرس هاد غيكون على تدبير المصروف تدبير المصروف أول حاجة غايتديروه أنا ما غديش نكتر لكم الكلام هنا أول حاجة غايتديروه اللي بغا تجسك تاصل و تدير شي حاجة و تجمع يدها وتولي تكون مرة مدبرة في بيتها و تدير شي حاجة لديو رسمها هنا خاصها أول حاجة تديرها كتعرف شنو عندها فالدار دير جرد شد دفتر أو ورقة وسيري للمطبخ ديالك وللحمام ديالك وبيت الخزين ديالك وغرفة نومك اللي في هالأشياء اللي كتشريها مثلا بحل الكريمات وعطورات كل شي كل شي كل شي دير له جرد ماذا حال عندك فالدار الكيميه و النوع و سجله فاش تسجلي كل شي رغيش دمعك يمكن يومين لاش لانه ما يمكن تسجلي هذا كامل في نهار واحد وانتي هيك تديري أشغالك الأخرى فاش تكملي هاد الجرد هاد غادي تمشي للحاجة الثانية غادي تمشي تشدي واحد دفتار أو مذكيرة وغادي كل حاجة تدري لها صفحة وديري ذاك شي تسلسلي مثلا المواد الاستلاقية ديال الأكل سميدات طحين الفينو السباكيتي الروز الماكارونية العداس اللوبيا وقد تبقي ماشي هكا السكر القهوة آتي العطرية كل حاجة تدري لها صفحة غادي تسجلي الفوق مثلا زيت الزيتون وغادي تدري له هاد الصفحة تمشي للصفحة الأخرى تدري زيت المائدة تمشي للصفحة الأخرى تدري السكر تمشي للصفحة الأخرى تدري ساندة حتى تدري خميرة الحلوة كل شي تدري لها صفحة غادي تمشي للصفحات أخرى هايات وغادي تبدأ صفحة شفية شامبان صفحة جيل دوش صفحة دونتي فريز صفحة شي كريمي لك تشريه صفحة شي عطراتي لك تشريها من شهر أو من شهرين تمشي كريمات الحساسية تمشي لصفحات أخرى وتسجلي في كل صفحة كل صفحة واحدة تسجلي عود ثاني المواد التنظيف جافيل صابو الماكينة غسل الملابس ديال اليد وديال الماكينة والخل والأشياء اللي كتنظفوا بها كل شيء حاجة كتنظفوا في الدار كنتسجلوا وكتشريها في دارك ورق الحمام ورق المطبخ كل شيء تسجلي تمشي عود ثاني هذا كتسجلي الخضار اللي انتي دائما كتجي بيها ماشي نسجلوا مثلا الخضراء اللي ماشي نشفناها وعشقناها كنلا سجلي بحب طاطا البصل الربيع اللي هو البقدونس وهذا وماطيش الطماطم اللفت خيزوا كتسجليم هذا ودليلهم صفحة واحدة لأنك هنا الكيمية كتتتعلق بالمينيوات اللي ستديرينتها ولكن غادي غيرت باش تبقية عارفة عندك مرش عشنا هالخطر اللي كتجي بي دائما الحاجة اللي كتجي بيها دائما فهمتوني حبيبتي ديروا هاد الجرد هذا في هاد الدرس الأول ديروا كتبوا سجلوا مذكرة بكل حاجة رايش دمعكم أيام على بين باش تبدأوا شهر جوج اللي بغت تبدأ معنا باش تبدأ معنا شهر جوج أو شهر في فبراير يعني تبدأ معنا تبدأ تقطع صدي فيه اللي بنات اللي داروا التحدي ديال 52 أسبوع وفاتهم أسبوع وفاتهم جوج أسابيع أو أسبوعين أرجعوا حسبوا عدوا شحال هذا الجل المبلغ ديال الأسبوع الأول المبلغ ديال الأسبوع الثاني وحطوهم المبلغ ديال الأسبوع الثالث وحطوهم حتى يلفاتكم شهر اللي بنات اللي هاد الشهر ما عندهم مصاريف بزاف وشهر 12 غيكونوا عندهم مصاريف أو شهر سبعة وشهر ثمانية حطوه دا باش الفلوس ديال هادك الشهر وسيروا عند هادك الشهر وضربوا على بلارة حطيتوا الفلوس دياله يعني أشطبي عليهم بأنك حطيتي المبالغ ديال شهر سبعة أو شهر ثمانية أو هذا في هذا الشهر نرجع للدروس ديال هذا الشهر أو ديال هذه المذكيرات هما من اللي تسجلي هذا الأشياء كاملة غادي بعد يومين وبعد ثلاثة لأنك هشي غيشد معاك أيام باش تسجلي غادي تمشي تبدأي تشوفي فين تفتحتي الزيت تسجلي هذيك الصفحة اللي كتبتي فيها الزيت المعيدة غا تقدري مثلا تنهر ليفتحتي فيه هذا الزيت وتقولي مثلا أنا فتحت خمسة لتر أو واحد لتر هنا باش نحاولو نعرفو خاصنا جوج لتر تدينا بين الحلويات والمسمان والكيكات وهذا وإيترو يدينا الطبخ نطبخوا بيه للشهر وجوج يترو أو إيترو للقلي حسب كل أسرة حسب كل أسرة هنا ماشي كل أسرة اشتركينا اسرة اللي عندها غير جوج افرد انك يستلكوا الزيت بزا فريك هو ايترو ديال الزيت غا يدي اسرة من اربعة حتى الخمسة اشخاص شهر كامل في الطبخ ما شيف الحلويات ولا شيف القلي ولا شيف الكيكات فقط باش نديرو الطاجين ديالنا باش نديرو الطنجرة ديالنا السلطة ديالنا ايتر ديال الزيت غا يديك شر كامل ويديك وكافي وغا يفوتك لديك الجهة لانه ملعقة ديال الزيت غا تطيب علاش لانه كمية المياه الكديري تكطرها وتحطي مثلا ديال المرقة ديالك نقلق لاب المياه راه ما تحتاج خاص المرقة تكون مدغمرة ولكن فيها مدغمرة المرايقة راه معلقة الزيت تكفيك ولكن كل ما كتكون المرقة ديالك جارية ومسخسخة راه كي خاصك تتغطي عليها بزيد هذا كتلقي بزرد الأوسر كي يكبرو الزيت كولك هذا خاصه الزيت الزيت لانه المرقة ديالهم ما مدغمراش المرقة ما مدغمراش اه حبيباتي ديرو هاد الجرد بدوبي تبعو الحاجة الثانية فاش ديري الجرد سجلي المواد كاملة فاش تكملي متسجيل المواد بداي حاولي تشوفي شنوم الاشياء اللي تحتي هاد الأيام هذا الزيت دقيق سقار جافي لمواد تنظيف ديال الغسل الأرضية وهكذا جيل دوش شامبون وهذا البنات اللي بغاوا يبدو اكتصاد على أساس صحيحة تحكموا في شامبون في الدوش تحكموا في جيل دوش في الدوش تحكموا في صابون نصف جزينا قنينة المياه ويبقوا يحبون فيه شامبون نصف القنينة نصف جزينا قنينة حوالي لذلك المرة و الجوش حاولوا تورروا الوليداتكم تورروا القياسات من اللي تعلموا الوليدات ديالك القياس ديال شحالي هز ديال شامبوان شحالي كوب ديال جلدو شحالي كوب ديال صابون لدنين لكيص لديه راح ماشي بالكمية الكبيرة هي باش نديره راح خصنا غير نعرفه بحالة نتصرفه فيه البنات اللي يخوو زيت المائدة او زيت الزيتون من البيدو الكبير عارفين كلنا دك البيدو ديال 5 لتر هذه القنينة الكبيرة ديال خمسة لتر الفم ديالها عريض واسع القنينة ديال اترو او ديال اترو ونص القنينة ديال فم ديالها صغير لماذا اعطينا هذه البوديزة او البيدو او القنينة الكبيرة دي الخمسة والعقل دينا كيقول يعني جوج ثواني او ثلاثة ثواني دي اللي اللي بقينا كنخوه هاداك الشي راك نجوف القياس دينا ونمشو عند القنينة دي الواحد ليتر او قرعة دي الليترو او اتر ونص وكنخوه حتهية نفس التوقيت جوج دق ثواني او ثلاثة ثواني راه كتعطينا القياس راه كينفرقة حبيباتي علاش لان وحدة فمه واسع وحدة فمه دائما حاولوا زيت المائدة وزيت الزيتون وصابون لماعين وهذا ديروهم في القنينة اللي كتخوي اقل كتخوي هاداك الفم ديالها كيكون ضيق غادي تخوي لك واحد المقاس اقل وجربوا هاد الشي هادا هزي البيدو دي الخمسة يترود الماء وخويه في الكاس وحس بيدك التوقيت انتي فراسك دير واحد المعون كبير ماشي كاس باش ماشي تحكمي بالكاس باش تحكميها بمقدار فراسك واجي نفس القنينة ديال ايتروموس ودري فيها وخويه في معون اكبر ماشي كاس وحس بملي جي تقارنيم كتلقي هاداك القياس ديال القنينة ديال ايتروموس اقل من الخمسة لتر فم واسع وكل مكان الفم واسع فم واسع فم واسع القنينة وزيل محل كيميه محلات الاستهلاك حتى ندوا حليب البودرة سوف يكتبون لكم لا تقوم بقياس لأن المحلات سهلة في يومين أو في ساعة زمن وترجعها وكذلك اقل القياس ومشي على العبار المياه تستفيد الدرس الجيد لكي نتحدث على المقدية والخضروات والفواكه انشاء الله ترجمة نانسي قنقر